بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير والبركات والآلاء والنعم ما لا يعد ولا يحصى سبحانه أرفع عليه أكف الضراء في يوم الجمعة وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها فارضعنا جميعا يا رب العالمين وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحبيب المحبوب خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز النهاردة بنناقش موضوع على درجة عالية من الأهمية وأرجو أن حضراتكم تشاركوني فيه بنناقش النهاردة مسألة وقضية الخلع ما الذي يجعل المرأة تطلب الخلع من زوجها هل الخلع مباح يعني بمعنى أن أي زوجة تطلب الخلع من زوجها ولا لازم له شروط وهل لو الزوجة طلبت الخلع من زوجها من غير سبب ما جزاؤها عند الله سبحانه وتعالى وموضوع الخلع واحد من الموضوعات المهمة وبقى مشكلة كبيرة بيعاني منها مجتمعنا المصري ما حكم الشريعة الإسلامية أو ما حكم الدين الإسلامي في مسألة الخلع هل الرجل لو يعني انتظر أن مرأته تذهب إلى المحكمة وتخلعه أم أن الواجب عليه أنه مدامة لا تريد الحياة معه أنه يطلقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى اللي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو رسائل كتير أوي وأسئلة كتير أوي بتتصل بنا وبتسألنا وتطلب منحنا نخصص حلقات حول هذه المشكلة ونلقي عليها الضوء احنا نهاردة هنتكلم في المسألة الخلع بنطمن حضراتكم تكلمونا وتقولونا رأيكم على وسائل الاتصال المبينة على الشاشة أمام حضراتكم لكن قبل ما نبدأ خلينا نشوف رأي الناس في الخلع ورجعين لحضراتكم تاني نكمل الحوار حول هذا الموضوع المهم خلع ده جزء من الدين يا مطابر الست من حقها أن هي تخلع جزء إذا استحالت العشرة بينه وبينها أني أكتر ما بيحل بيدمر عسر بس أحيانا بطيب تلقى عليه الستان الواحدة ما بتقدرش تنفصل بسهولة وتفضل تحارب عشان تنفصل بعد كده النظام ده حلو جدا يعني الست بقت شايفة أن هي مش قادرة توصل لإنهاء العلاقة بين الرجل وزوجته إلا عن طريق الخلع لا لا طبعا ده مش حل المشاكل هو حل المشاكل اللي يكون واحدة زي أنا من جوزها بتخلعه القانون بيكفل لها الموضوع ده وهو يعني قد مساحة لحرية المرأة تعف تدي حرية نفسية بنفسية تلوما هي مش عايز تدلقى الرجل نسبة كبيرة جدا لموضوع الفلع ده وحل مشاكل كتير جدا زي بقولوا طلقها كده بمحبة ويسيبوا بعض باعتراهم يعني يسيبوا حتى نسبة عشان لو فيه أولاده بتاع يبقى لسه فيه سنة راعة لكن يوم ما مثل بعايزة تخلعه مش كواء يعني فيه عيال وفيه بيت وأسرة ودنيا العيال هي اللي بتشحطت طبعا في حياتنا احنا أو في حياتنا احنا كشارقيين عموما بيشوفوا ان الموضوع ده موضوع غير لائق هي منترة تهرب لو الزوج مش بيشتغل ما فيش عائد للبيت ما فيش داخل وتحس ان هي ستة وراجل في نفس الوقت وتترة تحس ان خلاص ملوش لازمة الجواز زي ما واحدة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله اني لا اشكو الى زوجي خلقا ولا دينا ولكني لا اطيق العيشة معها فالله هلاخي من صداق قالت له نعم قد اعتاني حديقة قالها ردي الي الحديقة وانت تطلقها تطلقها عدنا لحضراتكم مرة تانية واسمعنا اراء السادة المشاهدين في هذا الموضوع المهم واعتقد يا جماعة اللي لفت نظري في المسألة ان طبعا احد المشاهدين قال ان المفروض يكون فيه يعني صلاة رحم راجل عاش مع ست سنوات طويلة فالمفروض جواز زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال امساكم بمعروف او تسريح باحسان يتعيش معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى واما انك تسرحها وتحسن اليها هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة لكن هل الخلع من الشريعة الاسلامية وطبعا انا براحب بأسئلتكم وصفصراتكم في هذه المسألة على وسائل اتصال المبينة على الشاشة امام حضراتكم لكن الخلع من الشريعة الاسلامية وهو قديم قدم الانسانية وحتى يمكن لما عدت تابع وشوف في كتب التاريخ مسألة الخلع دي امتى بدأت يعني بدأت حتى قبل الاسلام وخليني احكي لحضراتكم اول قصة اول امرأة اختلعت من زوجها في الجاهلية الست دي اسمها فعمة بنت عامر ابن الضرب العدواني اسمها كده اسمها فعمة هذه البنت كانت ابنة امام قبيلة مدر يعني كان راجل طيب اوي ورجل صالح ورجل يعني زعيم قبيلة البنت طبعا جاءها ابن عمها عشان يخطبها فلما خطبها وفي ليلة البناء او في ليلة العرس الاب الرجل الصالح ده الحكيم ده دلس مع ام العروس وقال لها مري ابنتك بمجموعة من النصايح وخدوا بالحضراتكم الاب ما عدش مع بنته وقعد يقول لها اعملي وعملي وعملي لكن يعني اثر انه هو يقول هذا الكلام لامها واما هي اللي تقول لها هذه النصيح وفي درس مهم لنا جدا نتأكد من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اميروا النساء في بناتهن يعني البنت المفروض يا جماعة يبقى سرها عند والدتها الام طبعا بتعرف كل حاجة عن بنتها فعشان كده الاب قال لي الام عليك بانك تنصحي ابنتك يا ترى ايه النصيحة بقى وده درس مهم اوي النصيحة الاولى من الزوج من الاب لبنته قال لها اموري ابنتك قال لا تنزل فلا يعني اي مكان الا ومعها ما واعلمي يا ابنتي ان اطيب الطيب هو الماء فاحرصي على النظافة درس مهم جدا لكل زوجة لكل سيدة لكل امرأة ان تحرص على النظافة دي وصية امام مضر لابنته في ليلة الزفاب ولا كمان جملة مهمة اوي الا اياك ان تميلي الى هواكي يعني دائما وابدا استشيري زوجك واذا يعني قلت لزوجك رأيك خلاص اباك في هذا لكن لا تلزمي زوجك برأيك وده مهم جدا ان من حق الزوجة ان يجوز ايقعد معها ويسمع لها وينقشها ولكن الزوج هو الذي ياخذ القرار في النهاية لان الزوج له القوامة كما امر الله سبحانه وتعالى وكما قال في القرآن العظيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فشوفوا الاب بيوصي بنته في ليلة الزفاف انها دايما تستمع الى نصيحة زوجك يريد كل الاباء دلوقتي وكل الامهات ابنتهم تتجاوز وصوها انها تسمع نصيحة زوجها وتسمع كلام جزها وتطيع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا يا جماعة خير النساء يطرى من هي خير النساء خير النساء من اذا نظرت عليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غيبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها المهمة ان الزوجة تزوجت بعد الوصية دي ونفز الوصية دي ودخلت على زوجها فنفرت منه بعد يتعامنه قالت انا مش عايزها نفرت منه فطبعا زوجها ذهب الى ابيها شاكيا وكان عمه قال له ابنتك حدث كذا وكذا ترفضني بشدة فقال له يا ولدي هل انت خوفتها هل عملت فيها حاجة دايئة قال له لم افعل فيها شيء قال له يا لديك انت ضربتها قال له لا لم اضربها ولا اي حاجة ولكنها نفرت مني يعني بشدة وبشيء عجيب جدا وبشيء عجيب جدا وهي لا تريدني فقال له انت ابن اخي وانت من الاسرة ومن العيلة وانا قد خلعتك على ما قدمته يعني تقدم لك كل طبعا كل ما دفعته ما دفعته لها من مهر وما الى ذلك فكان دفعته فكان دفعته اول خلع عند العرب السؤال المهم اوي هل حدست وقائع خلع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا جماعة حدست وقائع للخلع في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت ابن قيس ده كان احد الصحابة اسمها جميلة بنت عبد الله ابن سلول هذه السيدة ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زوجي لا اعيب فيه خلقا ولا دينا رجل بيصلي ورجل بيصوم ورجل بيعرف ربنا سبحانه وتعالى كويس اوي ولكني اكره الكفر في الاسلام كانت لا تطيق الحياة مع هذا الزوج لانها كانت خايفة من ايه خايفة ان عدم حبها لي يؤدي الى بغضاء انها تقصر في حقوقه لهم لما توقف ضم ربنا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى حيسألها عشان كده راحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لكني اكره الكفر في الاسلام لا اطيق الحياة معه وبعد الرواية بتقول لنا انها نظرت اليه فوجدته قصيرا اسمر في وسط مجموعة من الناس فنفرت منه وفي رواية تالتة بتقول لنا ان هذا الزوج كان يضربها ان هذا الزوج كان يضربها فحصلت مشكلة كبيرة جدا بينهما حنواصل حوارنا حول هذه المسألة اللي هي طبعا اول خلع في الاسلام ولكن بعد اول اتصال تليفوني استاذ شايماء سلام عليكم علوه شايماء علوه طيب انقطع الاتصال تليفوني حول يا شايماء تكلمينا مرة تانية احنا لسه بنواصل حديثنا مع حضرتكم والنقرده بتتكلم في موضوع مهم قوي موضوع الخلع هنتكلم برضو ازاي نمنع الخلع ده ازاي نقلل من موضوع الخلع ازاي ناس تعيش حياءة من يا جماعة حياءة رضي ربنا سبحانه وتعالى عايزين كده الحب يرفرف على بيوتنا عايزين يا جماعة الحب يملأ بيوتنا بعض روايات بتقول ان جميلة بنت عبدالله بن سلول طبعا جوسها كان بيضربها وانها راح تشكت لشقيقها وانشقيقها والذي ذهب شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعداد الروايات في هذه المسألة وده درس مهم جدا طبعا احنا ضد على طول الخط ضد ضرب الزوجات يعني ما ينفعش ان ابدا ان الزوج يضرب زوجته وطبعا زي ما حالكم عارفين الاخيار لا يضربون زوجاتهم وعارفين كمان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده لا زوجة ولا خاديما صلى الله عليه وسلم والناس في الفلاحين لما كان الواحد بضرب مراته زمان كان بيجيب لها منديل كده ومنديل محلاوي الناس الفلاحين اللي زي حالاته يعرفينه المنديل المحلوي ده اللي كانوا بيحطه فيه الغدى ويروحه بالغيط يعني أعزكم الله فكان راجل بيعوده يعود المنديل ده لزوجته ويضربه به هو مش ضرب هو نوع من التدليل هو بقول له لو سمحتي يعني أنا زعلان منك ومن فضلك تعالي صلحيني خلونا يا جماعة ونحن نتكلم عن جميلة بنت عبدالله بن عبيب بن سلول إزاي راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لكن بعدها زر اتصال التليفوني يا دعاء سلام عليك يا دعاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا دعاء إزايك إزايك يا عبدالله شيخ أنا كنت مسلمك لأزوار اللي فيه أهلا وسهلا يا دعاء اتنور الدنيا كل سنة وانت بألف خير وألف عافية ورمضان كده خلاص أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك لك ولكل السادة المشاهدين فيما بقية من أيام شهر شعبان وأن يبلغنا رمضان على خير وإحنا في أتم الصحة وأتم العافية ومصرنا الغالية بألف خير وكل المسلمين بألف خير وكل العالم بألف خير إن شاء الله يا دعاء اتفضلي أنا كنت مكلمك ساعة ما قلت لك أنا كنت تخطبت لتلاتة وكده وسبتهم وكده وسبت الثاني ده ما تخطبت له وعشان إيه وقعني إيه كنت بحس لوها شاشة دعاء إنت عندك كم سنة يا دعاء؟ أنا عندك 18 18 سنة وتخطبت ثلاث مرات أنت طالبة ولا بتشغلي ولا خلص تعليمك؟ لأ لسه أنا طالبة طالبة فين؟ جامعة؟ في طامريد طيب في طامريد تمام الفضل يا شامعة أسمعك وبعد كده خطيب اللي أنا كنت مثل خطيبني قبل كده اللي هو في كانت تاني ده جالي تاني عشان يتقدم له ومتقدم له واحد كمان من بلدنا وكده وأنا صليت ثلاث استخارة استريحة اللي أنا كنت مختباله بس مش عارفة أكد قرار بسرح مش عارفة أكد قرار تختريه ولا لا يعني أنت جالي عندك خطيب دلوقتي طبيب مش كده؟ آه طيب استخرت ربينا ولا ما استخرتش ربينا؟ آه والله وهو برضا الجنة وكده وأنا عدت معاه وقال لي معاليش كان في الظروف وأنا عايزك فعلا وبحبك لو مش عايزك وكده وبتلك تاني آه آه تمام 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 آه سؤالك سؤالك فين يا دعابة؟ عايزة تعمل 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 إيه يعني؟ عايزة تعمل إيه؟ ولا إيه وسؤالك فين؟ آه آه وتدعي لي عم الشيخ النظر ربنا هيدين حاضر يا بنت ربنا أصح لك حالك إن شاء الله ويصال لك آمين يا ربنا آه بشكر حياتك جدا معنا تصال تليفوني آخر أبو آدم حجوب عليكي بس بعد أبو آدم يا أبو آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل سلام أنت طيب يا أخي أهلا وسهلا كل سنة حالك صحيح فضل يا أخي أسمعك أولا يعني ما حكم الآية بتاعت الطيبين أو الطيبات؟ الآية الطيبون البندي التاني بس أتمنى ساعة صدرك يعني دي أواحد لو سنحت فضل يا أخي أنا عندي مشكلة بالنسبة لمراتنا يعني أنا جوزتها كانت عندها 14 سنة حاليا دلوقتي عندها 16 سنة مراتك عندها 16 سنة 16 سنة حاليا آه تمام آه بتيجي على أقل ما فيش يعني أقل كلام أنت عندك كم سنة بقى حياتك عندك كم سنة أبو آدم أنا عندي 29 سنة 29 تمام آه بتيجي يعني ما تنيش يا الحمد لله المفروض يعني مصرفها جاهزة وكل حاجة فالحمد لله يعني تمام آه فتيجي تقول لها لها كلام ما بيحتلش آه ألقيها أرجع من الشغلة لها سبق البيت ومشيت من غير ما تقول آه بيت كان يوم عشر وربعة كنت أخد عماله في شغل وعملنا حتى مرد يتوفق ويا وطلط معي واحد تان فرجعت الواحد مكتئب نفسيا فهي لك ساتفلة مفروض يعني طيب يعني 16 فهي يعني ما تستحملش أنا كنت أسألك سؤال يعني أنت عقدت عليه عندي المأزون ولا تجوستها كده لا تجوستها كده لكن ما عقدتش عليه عندي المأزون لأن المأزون لازم ما يتيالي 18 ولا حاجة في القنون تمام آه لازم 18 أتفتي أسيمة عشان أكتب بها الولد يعني أنا طلعت أسيمة كتبت بها الولد طلعت أسيمة wait طب وكتبت اسم ابنك يعني ابنك لما خلفت كتبته طبعا في المؤلد الرسمي إسا Bug طب نحن بangle العسمي بالأسيمة بالأسيمة عاد يعني طبق عمالت طب انت مش شايف معلش يعني أنا آسف يعني أنا بنخشخ اسمحلي معلش أنا آسف يعني ربنا يا كريمك عندك 29 سنة وتتجاوز واحدة عندها 14 سنة مش شايفي فرق برضو كبير ولسة صغيرة وكده ما كان ممكن تتجاوز واحدة أفضل يعني أكبر شوية يعني عندها 18-19-20 تقدر تتحمل دي طفلة صغيرة هو دكتورة أنا عايزة قول لحضرتك حاجة إحنا بالنسبة لبلدنا أرياف ودوة تلزمعشي هنا فأقول يعني هو قضاء ربنا ونصيبي هو كده يعني الناس عندكم في الفيوم بتتجاوز بادري شوية بتجاوزوا بناتهم بادري شوية 14-15 يعني هي أقصى حاجة للبنت 16 سنة طب ليه ما بنلتزمش بالقانون إذا كان القانون بيقول 18 ليه الناس ما تلتزمش بالقانون يعني ليه معرفش هي مشكلتنا في كده بقى طب ليه إحنا ما لتزمش بالقانون فعلا يا أبو أدم طيب سؤالك بقى المشكلة هي الوقت بقى إنها طبعا ما بتسمعش الكلام واضغة طبيعي جدا لسة عيلة صغيرة تمام لسة يعني عايزة تتعود بقى وتتعلم وكتا عايزة ده لسة 14 سنة بتلعب طفلة لسة طفلة صغيرة فأنت لازم تستحميلها شوي ماشي يا دكتور أنا عايزة أقول لحضرك حاجة بص أنا خدتها يعني نقفل عنده سنة وبالراحة كده منعت الصلاة إن أنا صلي في المسجد عشان خاطر إن أنا أعلمها الصلاة وتصلي معي وكده أبت إنها تصلي أبدا غلط ورحت لأهلها وقلت لهم البنتين ما بتصليش وكده أقول لي إن شاء الله أتصلي مش عارفة كلام ده ماشيش فايدة برضو طيب تمام بتيجي أنا عندي أخت صغيرة وعندي أولاد أخوية يجوا عندي مثلا الدوم بسكوتة الدوم حاجة تعمل عليها صبيحة طبع أروح عند أهلي أنا يتقول لي لأ ما تروحش مش عارفة طيب يعني انقطع الاتصال التليفوني لكن أبو أدم وصلت رسالتك وإحنا لسة متواصلين مع حضراتكم بنتكلم في موضوع مهم جدا هو موضوع الخلع الأسباب والمسببات وزي نقلل من حالات الخلع الخلع يعني الشريعة الإسلامية يعني أحلت أو أباحت الخلع عند ضرورة لما تكون الستة عندها مشكلة أو مش عارفة يعني تعيش حياءة منها ترضى ربنا سبحانه وتعالى لكن احنا هنجاوب على كل الأسئلة دي أسئلة دعاء وأسئلة سؤال أبو أدم المهم جدا اللي بيعلمنا حاجات كتير قوي هنتكلم في كل دا إن شاء الله لكن بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى ولسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز النهاردة بنكلم يا جماعة في موضوع مهم جدا وموضوع إزاي نقلل من حالات الخلع إزاي نقلل من الزهاب إلى المحاكم إزاي نعيش حياة كده من طرد ربنا سبحانه وتعالى برحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في كل قضايا الأسرة وطبعا كان عندنا سؤالين ما جوابناش عليهم قبل الفاصل السؤال الأولاني من دعاء إنها اتخطبت ثلاث مرات وطبعا الدنيا ما مشيتش كويس معها وبقول لها الزواج اسمه ونصيب وما حدش حيموت إلا بعد ما يستوفي قسمته ونصيبه والطميني ربنا أكيد حيكرمك إن شاء الله متقدم لك حد دلوقتي متقدم لك طبيب دلوقتي تعملي إيه بنت تعمل إيه أنت حضرتك أو أي بنت تتقدم لها أي حد تعمل إيه وتصرف إزاي على تقول عليها أن تستخير الله سبحانه وتعالى تعمل صلاة استخارة قبل ما تنام حضرتكو عارفين تقرى فيه الركعة الأولى صورة الفاتحة وصورة الكافرون وفيه الركعة الثانية صورة الفاتحة وصلاة الإخلاص واتنام إذا طبعا صحت منهم سعيدة ومبسوطة كده يبقى تقبل دمع لهذا العمل مخنوء أي ببلاش هذا الموضوع لا مخنوء ولا مبسوطة يبقى في هذه الحالة عليها أن تعيد الاستخارة وتأخذ بالأسباب وتسأل على الخطيب وتأكدي أن الأمور بالمقادير وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن العظيم يا دعاء إن كل شيء خلقناه بقدر معنا الصالة تلفوني آخر معنا مين يا أستاذة؟ مادية أستاذة نادية السلام عليكم عليكم السلام ازاي كدك؟ أهلا يا أستاذة نادية ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيبين وانت بخير برنامج كله إن شاء الله أهلا يا أستاذة نادية من مدينة ناصر إن شاء الله أهلا وسعلا تفضلي أسمعك تفضلي أنا بس قبل ما أسأل حضرتك سؤال عن الحلقان ليه بس تعليك صغير أو يدكتر تفضلي هو بالنسبة لإسم البرنامج يعني مش عارفة أنا بعترض على الإسم على الأساس أنه يعني مش مناسب لقناة دينية كبيرة زي دي ومش مناسب للبرنامج تمام مش مناسب لأي حاجة إسم البرنامج طيب أنا أحجاب يعني كان ممكن مثلا البيت الأسري يعني يعني حاجة كده يا دكتور تمام خلص ده بس تعليق بسيط كده طيب أنا أستاذة نادية أنا أحجاب على حياتك أنت معترضة على الإسم وعلى على المضمون بتاع البرنامج لا المضمون يا دكتور أنا بالعكس ده أنا يعني عايزة حياتس اللي الاتنين موأمين مع بعض هما مش موأمين مع بعض البرنامج ما شاء الله عليه وحضرتك بسم الله ما شاء الله لكن الاسم يعني الاسم طيب أنا أحجاب على حياتك سؤالك التاني مشكلة بقى السؤالي بقى بالنسبة الخلع يا دكتور طبعا تعارف حضرتك ده بقى كل يعني النساء يعني المؤمنات بقت مستفلة وحكاة الخلع دي فيعني من وجهة نظر الدين وحضرتك إيه الشروط يعني اللي هي تبقى لازم يعني يعني هي الوجبة أنها تروح تعمل خلع مش أي حاجة أو أي سبب أو بسيط يعني تروح ثم خالع يعني يعني إيه الأسباب إيه إزاي نمنع هذا الخلع وإيه الأسباب القوية اللي بتقول هذا المرأة اللي من حقها فعلا الذهاب للقاضي وطلب الخلع أو الذهاب للمحكامة وطلب الخلع عندك سنة تانية أو سنة نادية شكرا يا دكتور بسلام بشكر طيبين بشكر راحاتك جدا وإحنا إن شاء الله هنجاوب على سؤالين لحضرتك إن شاء الله أنا بقول طبعا لدعاء تستخير ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يا دعاء ربنا هي كريمك أسأل الله سبحانه وتعالى كي تيسير الحال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادو علي أستاذ أبو آدم يسأل عن الطيبون للطيبات يعني من فضل واحدة من يجي طبعا يتزوج لابد أن يبحث عن امرأة متدينة لابد أن يبحث عن ست من أصل طيب لأن سيدنا النبي يا جماعة علمنا وقال لنا حاجة مهمة أوي قال لنا تخيروا لنطفيكم فإن العرق ده الساس يعني من فضل واحدة من يجي يتزوج يبحث عن امرأة طيبة من أصل طيب طب يعني أنا بحث عن وتأكد وتجوزتها وطلعت ست أخلاق وحشة إبقى ده نصيبي ورزق وقدع ربنا سبحانه وتعالى أنه يهدهالي وحاول أن أنا أصلح زوجتي ولو عندي أمل لإصلاح البيت أو لي أن أنا أحل المشاكل كلها بنسبة أو لإصلاح زوجتي بنسبة نص في المية أو ربع في المية لازم أجر وراء لأن يا جماعة خراب البيوت يعني شيء صعب جدا 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 والمفروض الشيطان بيفرح أوي وبيسعد أوي لما يتم الطلاق لما يتم خراب البيت ده بيخلي الشيطان سعيد جدا وربنا حذرنا وقال لنا وأمرنا في القرآن العظيم أن احنا لا نسمع كلام الشيطان فقال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا عبدوني هذا صراطه مستقيم وقال في آية أخرى إنه عدو مضل مبين فيا جماعة خدوا بالكم اللي يسمع كلام عدوه يسهل إجراله في حد في الدنيا يسمع كلام عدوه المفروض ما نسمعش كلام الشيطان الرجيم ونعيش حياة منها ترضى ربنا سبحانه وتعالى أبو أدم لفت نظرنا لقضية مهمة جدا عايزة موضوعات وحلقات كثيرة جدا أبو أدم بقول لك فيه ناس في الفيوم بتعمل حاجة غريبة قوي بتعمل حاجة عجيبة جدا الطفلة الصغيرة عندها 14 سنة بتتجوز طبعا ده يعني حاجة يعني تغضب ربنا سبحانه وتعالى بفرض أن ننتظر لغاية البنت حتى تقدر تعيش ومدام القانون حد 18 سنة يبا لازم يا جماعة نحترم القانون معنا اتصال تليفوني آخر معنا مين قالوا شايماء أسماء إزايك يا أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا أسماء ورحمة الله وبركاته أنا عندي بس موضعين الموضوع الأول معلش على مالك يا أسماء تفضلي احنا كلنا أزان صغير تفضلي بس على موضوع أبو أدم هم ممكن يكونوا يخدم ياخدوا مثلا أيام زمان على أيام رسول زي ما كانت البنت بتجوز يعني اسمحيلي بس اسمحيلي ما قدرش أسكت وأقول لك أيوة أيام الرسول كان فيه زمم كان فيه ناس عندها ضمير كان فيه حاجات كتير أوي وبعدين إزا كان اسمعيني بس تفضلي يا أسماء كميلي وأنا حرد عليك كميلي يا أسماء اسمعيني وحدك تفهم يعني إيه تفهم أنا أصد أنا أصد أن أقول لأي واحد شايفي أيام الرسول كانت هي وأيامنا دلوقتي زي ما حضرتك وقلتك أنا لبنتي موضوع ما تستواجدش دلوقتي أنا عندي 27 وليسة ما جاليش مع إني كنت المخصوبة الأول مع إني مزعلانة ما تزعلينش ربنا حيكرمك والله يبزوك صالح هدعيلك ربنا يبزوك صالح أنا مش أصد حاجة بل بالعكسة نفرشانة لو كل أمي فهمت إزاي غلط البنت إزاي تتجاوز في السنة زي كده إزاي هتعلم ابنها إزاي كان الرسول بيعمل ويهي مش متعلمة إزاي كانت هتتعلم هتقول لرسول كان بيعمل كذا إزاي هتحترون مع الصحابة إزاي هتحترون مش هفتدينها وهي بسة تفلة إزاي هتعلم ابنها ده على الكوة والصلاح والأخلاق إزاي هتعمل ويهي صحيح معاك صحيح ويهي عندي فعليك حاجة المدام يعني باحترمها ويعني بقدرها بلنامج إذنها هتجوز مدهوش أي علاقة والقناة الدينية دي كل المساعدين بيتابعوها والبنمج أنا حباك جدا وإثمه فعلا صح وكويس بجد كترح في خير اللي قال إثمه هتجوز يعني بجد اكترحه ليه هي لو فكرت ويا أنا منزعادل عليها والله هي أحسن مني بكتير بقى من حق الناس يسمع تقول إيه عايزاء إحنا برضو بنحترم كل وغيرهم نظر أنا بقول لحبيك لو فعلا اسم البرنامج اللي هو بيعدل على كل حاجة إزاي البنت يعني تخطب شركها إزاي البنت بتعمل إيه في الجواز كل ده لو إيه فكرت في اسم البرنامج هتفكر فعلا فيه لو عادت الوحدة كده فكرت باسم البرنامج هتلاقيه اللي هو فعلا خلصنا الموضوع ده الموضوع التاني بقى عندك موضوع سؤال ولا حاجة تضيلي يا أسماء نا نا هو ده طيب يا أسماء أنا بشكرك جدا يا أسماء وربنا إن شاء الله يكريمك واستهلك حالك إن شاء الله برضو أبو أدم لفت نظرنا إن مراته عندها 14 سنة صغيرة أوي وعن 29 سنة يعني طفلة صغيرة وبقول لك مش تيك إنها ما بتصليش طبعا ما هي لسه عيلة صغيرة وبش تيك إنها بتعمل مشكلة على شوكولتاية وبتعمل مشكلة على بمبوناية وده طبيعي جدا يا جماعة طفلة يا جماعة خدوا بالك ويا ريت الناس اللي شايفيننا يا ريت أهلنا في الفيوم وفي الصعيد وفي الدلتة وفي كل مكان يا ريت ما نجوز البنت ويا صغيرة ننتظر كده لغاية لما البنت تكبر وتبقى نطجة وتبقى فحمة زي دي حتتحمل تكاليب بيت يعني عندها 14 سنة وحتتتحمل البيت ازاي احنا بنشيلها هم هم كبير قوي وهي لسه صغيرة يعني عندنا فعلا عندنا في بلدنا في الريف في طنطة كان عندنا البنت لما تقعد لغاية 18-20 سنة كانوا أهلها يسعى له قوي ويقول لك خلاص البنت بايرة ما فيش حد جاي لها وبقت مشاكل كتير قوي وتلاقي يعني مكسوفة وأهلها مكسوفين وزعلنين ومتدايقين لها جماعة يعني دلوقتي ما شاء الله يعني البنت بتتعلم وبتحصل على أعلى الدرجات العلمية ونعلم بناتنا والربهم تربية صحيحة أنا مرة أم شاكتلي وقالتلي بنتي يا مولانا لسه ما تجوزتش لغاية دلوقتي عندها 31 سنة وقالتلي علمتيها قالتلي باكدروس اقتصاد وعلوم سياسية البنت بتصلي وعرفة ربنا قالتلي علمتها الصلاة وعلمتها الإيمان بربنا سبحانه وتعالى قلتلي خلاص ما تخفيش زواج رزق وربنا أكيد سبحانه وتعالى هيكرمها وحيرزقها بابن الحلال إن شاء الله برضو طبعا بنقول لأبو أدم يعني وده القضية مهمة جدا معلش تعالى تعالى على نفسك شوية أنت اللي اختارت أنت اللي اختارت طفلة جوز طفلة صغيرة فتحمل النتيجة بقى أنت حاول معاها بالراحة كده مرة واثنين وثلاثة وأمورها بالصالة يجي عشرين مرة يجي ميت مرة خد بالك من كلام ربنا يا بو أدم ربنا ألف القرآن وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها يعني استبر عليها يعني مش مرة ولا تمقالش واصبر لا واستبر يعني درجة عالية يعني مرة واثنين وثلاثة قولها أم صلي تفضلي توضي أنت لو صليتي أنا هعجيب لك عقدك فالسحك أو هعجيب لك جلبية أو هعجيب لك طرحة أو هعمل لك كذا يبقى أنت بتشجحها بتقدم مسألة الثواب والعقاب لها وربنا سبحانه وتعالى يعينك خد فها ثواب وارض فها ربنا سبحانه وتعالى وهو ويريد احنا نتعلم بقى نتعلم من أبو أدم ما نجوز سيبناتنا تتحمل يعني أسرة تتحمل إنها تبحامل تتحمل الإنجاب تتحمل الصهر تتحمل التربية دي مسائل مهمة جدا محتاج لها جميعا وطبعا أبو أدم لفت نظرنا لذي المهمة الموضوع المهمة قوي أستاذة نادية مش عجبها اسم البرنامج طبعا المشاهدة الكديمة اللي بعد كده اسمها قالت لا اسم برنامج كويس جدا على كل حال يا جماعة البرامج مش بأسمها البرامج بمضمونها وما يقدم فيها وإحنا برنامجنا اسمه حاج جوز إحنا آثرنا إن يكون يعني الإسم السهل أوي إحنا قضيتنا أو برنامجنا تحديدا بنقش قضايا الحب وقضايا الزواج وقضايا الخلع وقضايا الطلاق يعني برنامج اجتماعي بالدرجة الأولى اجتماعي ديني بالدرجة الأولى هدفه إن إحنا نحل مشاكل المجتمع كل الشباب بيتجاوز كل البنايب بتتجاوز بتواجه مشاكل كتير قوي يا جماعة يا جماعة حالات كتيرة جدا يعني يعني حالات فسخ لخطوبة ومشاكل قبل العقد بسبب مثلا مشكلة الأيمة مشاكل كتير قوي عند الخطوبة الشبكة ترجع للمين عندنا قضايا أعتقد كثيرة جدا بتحتاج إن إحنا نناقشها في هذا البرنامج إن شاء الله عندنا طبعا طبعا النساء طبعا المفروض الزوجة طبعا تتحمل زوجها وتتحمل مشاكله وترضي ربنا سبحانه وتعالى فيه وتعامل المعاملة الطيبة حتى لو أسائلها المفروض الزوجة تحسن لأنها بتتعامل مع ربنا يقول العارفون بالله من عصى الله فيك فلا تعامله إلا بأن تطع الله سبحانه وتعالى فيه عندنا رسائل كتير قوي وعندنا تلفونات ولكن إن شاء الله هنخرج بعد إذن حضراتكم لفصل قصير وراجعين لحضراتكم مرة تانية ولسه متواصلين مع حضراتكم برنامجكم حتجوز معنا ومهيبة من فترة مستهدنا على التليفون السلام عليكم يا مهيبة وابن اعتذر لك عليكم السلام ورحمة الله إحنا أسفيني تأخرنا عليك سامحينا تأخرنا عليك سامحينا لا أبدا ما فيش حاجة يا دكتور أهلا يا مهيبة إزاي حضرتك سمحت يا دكتور أنا عايزة بس أقول لحضرتك قول بنتي جاب لها جلطة وهي عمرها 29 سنة لا حول ولا قواتها إلا بالله ودلوقتي ليه بقى ليه يا مهيبة ليه يا مهيبة جاب لها جلطة ليه والله معرف ما عملته معها وشة أوه أوه وهي بنتي الوحيدة ما عنديش اللي هي خلفت منه الحمد لله خلفت بنته وولد بنته وولد تمام آه وبعدين دلوقتي هو اتضح إنه متجود من قبل باباها ما يتوسف بأربع سنين من 2006 يعني هو عاش معاه دلوقتي بقاله كم سنة آه عاش معاه كم سنة يا مهيبة هو عاش معاه دلوقتي بقى 15 سنة تمام آه وبعدين فهو الوقتي لو معرفت إنه متجود بتقول له أنت ما بتعادلش بنا وخمس شهور يا دكتور يتمنى عنها لا حول أقاتها لاب الله لعم وبعدين قامت بيقول لها من اللي قال اللي قالي الكلام ده قالت له المصحف اللي بيقول قال لها آه سلاحة تلمين لا حول أقاتها صبع يا دكتور يقول على المصحف سلاحة تلمين لا من فعش لا بطبع بفعش صبع وهو وهو مدير بنك طب يا يا مهيبة ما حاولتش تصنعي منه ما حاولتش تدخلي تشوف أحد يتدخل بابا يتدخل عمه يتدخل خاله يتدخل مفيش مفيش لوق حد هو بجماغه كده طالع بجماغه ما حدش الناس بتخاف منه ليه ما نش عارف أعمل له آه الراجل ده وهي نفسها عايزة تخلع نفسها منه أنا بقول لها بس أخليك علشان فتر العيال تمام أنا أعمل أهم يا دكتور واني تعبانة تعبانة حاضر يا مهيبة حاضر يعني من يوم من يوم تجوزت الراجل ده وهو بالطرقة دي طب يعني هو ما بيش بيعدل هو مش بيعدل بين الزكتين هو متجوز من اتنين بس مش بيعدل ما بيعدلش يعني مش ديليلة وديليلة خالص خالص يعني خمس شهور لا يسأل عن بنتك وعدم خلف من الثانية طب أمال بتصرف بنتك منين بديها فلوس ألا بديها بنت موظفة بنت مدرسة انجليزي بنتك مدرسة انجليزي تمام تمام آه وتصرف وتصرف على نفسها عمره طب معلش يا مهيبة أسألك سؤال تاني بنتك بتعامله معاملة طيبة وكويسة كويسة معاه وبتقدل حقوقه بنتمعاه خالص بس هو له طريقة تانية في دماغه ومنطم ساعتان على كده ومانيش عارفة أعمل آه مانيش عارفة وبعدان كل المشاكل كلها قوم وإنه يقول على المصحف سلاحة الميل دا طبعا حاضر حاضر وبعدان هو اسم إبراهيم في شير دا خلاص ما بعرفيش دا أعمل أسماء خلاص ربنا يكريمك بس أعمل آه أعمل آه دكتور ضلي نقولي حاضر يا مهيبة حاضر يا مهيبة عندك سؤال تاني ولا حقق يا مهيبة شكرا شكرا يا دكتور لو سمحت لو سمحت معلاش نعم نعم هو بنتي وحيدة فإحنا عندنا بات هو طبعا في البيت داي عايز البيت بأي طريقة يعني بنتك وحيدة يعني فعايز ياخد منها البيت بنتي وحيدة آه 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 وعايز ياخد منها البيت مع إن بابها قال لي أنا حكتبه باسمك فكتب باسمي من قبل ما خلك بنتي داي دي ما عندكش غيرها مش كده ما عندكش أخي ما عندكش غيرها ما عندكش غيرها وبابها موجود وقال لي الأول والآخر آه هو الهيبة تمام 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 هو عايز ياخد بيتها طيب حاضر يا فندي حجاوب حيطك يا مهيبة حاضر شكرا شكرا لك بشكورك جدا مهيبة يعني حنجاوب على سؤال المهيبة لأنه سؤال يا جماعة آه مهم جدا جوز بنتها بيعملها معاملة سيئة جدا درجة أنه تسبب أنه يجب لها آآ جلطة يا جماعة الحياة الزوجية في احترام إذا الزوج وزوجته والكلام واضح لكل الناس شافاني دلوقتي الزوج والزوجة بينهم حلقة احترام إذا فقدوها ما يعفش مع بعض أحسن لازم الزوج يحترم الزوجة ولازم الزوجة تحترم الزوج لكن الإهنات والشتايم وطول اللسان ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى طب هو دلوقتي حيشير وزرها لما جات لها جلطة لو حصل لها حاجة لقد الله هو أكيد الزوجة حيشير وزرها والزوجة برضو لما تعمل الزوجة معاملة سيئة غيرت لما جيب له كمان جلطة وتجيب له مشكلة مشكلة كبيرة قوي الحاجة الثانية اللي اللفتت نظرة في المسألة دي إنه طبعا بتقول له ربنا قال اعدل انت تجوزت اتنين يا سيدي انت تجوزت اتنين يبواجبك أن تعدل والنص واضح والحديث واضح من تزوج قال صلى الله وسلم من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما ما عدلش بينهم جاء يوم القيامة وإحدى شقايه مائل هتيجي يوم القيامة يوم العرض على ربنا واخد بالك ربنا بيقول لك مالك يوم الدين وانت راجل بتقراها سبعتاشر مرة في الصلوات المفروضة يعني انت بتقول مالك يوم الدين يعني تخيلوا جماعة كده صورة الفتحة لو ما فياش مالك يوم الدين قد بقت مشكلة كبيرة قوي كان كل واحد عمل اللي هو عايزه ما فيش حساب بقى لكن انت اعمل اللي انت عايزه اظلم عطافوا دم ربنا ولا تحسب ان الله غفل عم يعملوا الظالمون يعني اغضب ربنا سبحانه وتعالى مش حقيق ربنا سبحانه وتعالى زي ما نقول في القرآن العظيم كده ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا ربنا ما بيظلمش حد عطافوا دم ربنا فلازم تعدل بين الزوجتين اذا زوجت من اتنين لازم تعدل الحاجة التالتة التانية المهمة اوي ودي يعني حاجة يعني انا بستعج اتعجب ازاي انسان مسلم يقولك على القرآن سلاح تلميس طبعا ده ده كلام ما ينفعش ولا يجوز على الاطلاق فالقرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى المنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصحش ابدا يا جماعة ان مسلم يقول هذا الكلام او يعني الله سبحانه وتعالى له الهداية لان يعني ما ينفعش حد يقول كده ابدا على كلام ربنا سبحانه وتعالى حاجة التالتة ان هو مصر ان زوجته عندها بيت عايز ياخد البيت ده منها ما ينفعش لا تعطيه شيئا يعني لان طبعا المفروض يعني الزوجة لها زمة مالية مستقلة عن الرجل والاسلام احترم المرأة احترم المرأة أما واختا وزوجة وأعطاها حقوقا كثيرة حقنا تتعلم تحص على الدرجات العلمية قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ان تكون المرأة ايضا لا تقبل على الزواج من شخص لا تريده جاءت فتاة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابي زوجني ابن ابن اخيه ليرفع بي خسيسة وانا له كريهة مش عايزة جوزي ابن عمي فالرسول ارسل الى ابيها فجاء على الامر اليها فقالت البنت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي سأتزوج ابن عمي ولكن اردت ان اعلم النساء او ان اعلم النساء انه ليس للابائي من الامر شيء ما ينفعش انك تاخد حاجة زوجتك ما ينفعش ابدا انك تاخد حاجة غصبا عنها ما ينفعش ولا يجوز لاي زوج حتى ان ياخد مراتب مراتب مرتبها ما ينفعش انك تاخده الا برضاها هي من الزوج والمكلب بالنفاق على البيت لكن الزوجة هي اذا انفقت برضاها وبخطرها ودون ارغام من الزوج او دون ضغط من الزوج ماشي لها سواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وبعدين انت هتوقف قدام ربنا فلازم تخلي بالك انك انت لازم ترضي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه فسوا وقدر فاده على كل شيء قدير يعني عود طبعا لسؤال السازة نادية اللي سألت فيه يعني امتى السيدة تطلب الطلاق من تطلب الخلع من زوجها اخدوا بالكم انا عايز اقول لكل النساء حديث حسم المسألة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا يعني بلاحظ ان فيه مشكلة كبيرة دلوقتي ان بعض النساء يعني الخلع شريعة اسلامية شرع ربنا سبحانه وتعالى ولكن المشكلة هي التطبيق الغلط ان فيه ناس بتطبق هذه المسألة بطريقة خاطئة وفيه نمازك كتير اوي يعني فيه هذه المسألة يعني انا هتكلم عنها بس انا عندي بعض الرسائل اللي وصلت الينا واللي اصحابها بيسألونا ان احنا نجاوب على اسئلتهم واستفساراتهم رسائل اسمس لازم نجاوب عليها ان نبالها فترة رسالة الاولى اللي وصلت الينا انا وخطيبي كويسين مع بعض بس فجأة بنتخانق وتحصل مشكلة من تحت الارض بدون سبب وكذا مرة نقرر نسيب بعض ممكن يكون يا مولانا معمول لنا عمل يا جماعة انا عايزك انت لو بتصلي وخطيبك بيصلي وفجأة كده بتعملوا مشكلة من تحت الارض يعني دايما خلوا لغة الحوار انتو لسه مخطوبين انتو لسه ما عملتوش حاجة انتو لسه على البر ومال لي ما تتجوزهم وتخلفوا وتجيبوا عيال ومشاكل الاولاد ومشاكل المدارس ودرس الخصوصية واجع القلب ده هتعملوا ايه انتو لسه يعني احلى فترات العمر اللي في وقت الخطوبة دايما لك في وقت الخطوبة يعني هو يتكلم ويتسمع وفي شهر العسل هي تتكلم ويسمع وبعد شهر العسل يتكلم الاثنان ويسمع الجران يعني تبقى مشكلة كبيرة قوية فانتو خطيبك طبعا فيش حاجة اسمها عمل يعني طبعا لكن في حاجة اسمها انكو تتفهموا مع بعض انكو تقروا قرآن اكيد لو بتقري قرآن والله بنتي ولا اي عمل حتى لو عمل حتى معمول في شيكاغو مش هيأثر فيك لو انت بس بتصلي وعرف ربنا وملتاز مدينيا ولو خطيبك ده بيصلي وعرف ربنا اعمال ايه اللي حتيجي حيباش تنبعد عنكو بس يحاول يقرب منكو شوية ويبعدكو عن طيار ربنا سبحانه وتعالى وانا انصحكم كل يوم انتو الاثنين انكو اول ما تصح من النوم وله الملكو وله الحمد يحي ويميتو على كل شيء قدير نقول لازي المسألة كده مئة مرة لان طبعا دي بتقينا من شر الشيطان الرجيم اللي بيحاول ابعدنا فاحنا دايما ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتكم عارفين خلق هذا الكون من اجل لا اله الا الله كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله والانبياء وكلهم جون برسالة واحدة هي عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد اسأل الله انه يكرمك انت وخطيبك ويصلكم كل امر عزيز ويبد عنكو الشيطان والناس الوحشة ممكن تكونوا محسودين ولا حاجة وفي هذه الحالة زي نعالج الحسد بقى لو انا محسود اعمل ايه لو انا محسود اول حاجة اعملها عليها بالمعوذتين الرسول صلى الله صلى الله قال لنا في الحديث الصحيح ما تعوذ بمثلهما اننا الرقية الشرعية بقى اننا يعني يعني انك ترقي نفسك وخطيبك يرقي نفسه وبسم الله ارقيك من كل شيء ازيك من كل عين او حاسد الله يشفيك اعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا رسولا ونبيا حاولي ترق نفسك الرقية الشرعية وانت برضو حاول ترق نفسك الرقية الشرعية وتقرأ في القرآن العظيم كل يوم اكيد ستبع حياتكم ان شاء الله امن مطمئن ربنا يبعد عنكم قيد الشيطان انه لجالك والقاد علي شيماء من قنى لا تنساني بالدعاء بالزوج الصالح اللهم اكريمك يا شيماء بزوج صالح تقر بعينك ان شاء الله واسأل الله سبحانه وتعالى يعني القبول انه على كل شيء قدير وانا بقول حضراتكم يعني يظن الناس بخيرا واني لشر الخلق ان لم يعفوا عني فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفوا عننا جميعنا ولي ذلك والقادر علي برضو سالة تانية بتعودنا يتقدم لخطبتي شخص رفضه والدي فهل ادعو مأزونك طبعا فهل اقبل ولا اعمل ايه يعني ماذا اصنع مدام شوفي والدك رفض العريس يبقى خلاص اعود نقش والدك في هذه المسألة يا اقنعتي بوجهة نظرك هو اقنعك بوجهة نظرك لكن على كل حال بنصح كل البنات اللي شايفيننا بنصح بناتي اللي شايفيننا دلوقتي ما تتجوزيش حد دون موافقة اهلك وكل شايف برضو شايفنا بنصح وبقوله فضل حضرتك او هتتجوز واحدة دون موافقة اهلك هتبقى مشكلة كبيرة اوي لو انت طبعا مروحتش اهلك هتبقى قطعة الرحم واللي بيقطع رحم ده ده ملعون ربنا فالعسيتم انت وليتم وانت فسودوا في الارض وتقطعوا ارحمكم واللي بيقطع رحم وده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلعنهم فانت هتبقى قطعة اتصالة الرحم وفي نفس الوقت لو انت تجوز من واحدة طبعا هي اهلك مش حقبلوها بعد كده فهتبقى مشكلة كبيرة اوي فارجو من كل شاب شايفنا ما تتجوز الا بعد واحدة دون موافقة اهلك كل بنت اهو هتتجوز دون موافقة والدك ووالدتك واسرتك لان اول ما هتتجوز حتى لو مرى اهلك بعد ما هتتجوز في شهرين ثلاثة هتحصل مشكلة بينك وبين زوجك هيحصل مشكلة بينك وبين زوجك طبعا في هذه الحالة لما تحصل مشكلة بينك وبين زوجك هيعيرك بهذه المشكلة فخلي بالي اه اخر رسالة مأزون كتب كتاب بنتي بعد ثلاث شهور حصلت مشكلة وعايزة الله علشان له مصالح مع اهله وعلشان يكسب من وراهم ارشي خلاص يعني بنتك لها طبعا النصف النصف اللي بنتك لها النصف طبعا فرضى نصف ما فردتم وما فيش ما فيش نصيب خلاص ربنا يعوضها ان شاء الله بزوج صالح تقربها عينها ان شاء الله انا بشكر حضراتكم جدا وان شاء الله بكرة حنواصل حديثنا حول ازاي نملع او نقلل من مسألة الخلع ازاي نمنع المشاكل والغم والهم والنكد من بيوتنا ان شاء الله نكلم نواصل حديثنا في هذا الموضوع غدا ان شاء الله قبل منهي طبعا هذه الحلقة من البرنامج اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرم حضراتكم جميعا وان يبرك فيكم جميعا انه ولي ذلك والقادر علي اللهم في يوم الجمعة هذا اليوم المبارك نسألك يا الله ان تسطرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا ولا تفضحنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخزل عنا ولا تخزلنا اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا الطلبة اللهم ايني اسألك من فضلك يا الله ان تجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا الطلبة اللهم ثبتهم اذا سئلوا يا رب ثبتهم إذا سئلوا يا رب ثبتهم إذا سئلوا وذكرهم إذا نسوا اللهم وافقهم جميعا إلى النجاح الباهر والمستقبل الزاهر يا رب العالمين اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا اكفينا شر ما أهمنا وما أغمنا اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الأحبة نلتقي على خير غدا إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة